صباح فل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله يكون قدام المقاولين العرب الساعة 8 بالليل هنا على ملعبنا في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري كان في فترة توقف طويلة شوية كان منتخبنا بيلعب فيها والحمد لله حسن تأهله للمرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم وبنتمنى إن شاء الله نكون موجودين في المنديال للمرة التانية على التوالي النهاردة بقى بنرجع مرة تانية لمسابقة الدوري بعد أول توقف في الموسم والحمد لله متصدرين بالعلامة الكاملة وقبل ما نخلص الدوري بقى كان عندنا حفلة انتهت بخمس أهداف قدام نادي الزمالك في مبارات الكمة خلتنا متصدرين الدوري برصيد 9 نقط بالعلامة الكاملة من 3 ماتشات متسويين مع بيراميدز بعد أول 3 ماتشات وإن شاء الله نكمل كده لحد آخر الموسم وإحنا متصدرين ونستعيد الدوري بقى لضع مننا السنة اللي فاتت في ظروف غامضة كده والنهاردة مبارة مهمة قدام واحد من الأندية اللي كانت صعبة جدا الموسم اللي فات لكن الموسم ده لسه عندهم يعني شوية مشاكل إلا حد ما ومش بيقدموا أحسن حاجة بقيادة نجمنا السابق كابتن عماد النحاس طبعا المدير الفني فريق لحد دلوقتي فريق المقولين العرب داخل ماتش النهاردة وهو عنده أربع نقط لقى 3 مبارات لحد دلوقتي كسب ماتش وتعادل ماتش وخسر كمان ماتش والنهاردة قدام تحدي صعب جدا قدام النادي الأهلي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري يلا فينا الحمد لله بندخل ماتش النهاردة الفريق مش هو بس اللي ماشي كويس وبشكل رائع جدا بعد ما حقق العلامة الكاملة وأداء مميز جدا في مسابقة الدوري كمان فرقة كرة السلة اللي حققت دوري المرتبط قبل يومين والحقيقة يعني بنوجه لهم الشكر من هنا وبنقول لهم ما شاء الله عليكم استمروا مع المدير الفني المميز جدا الجديد بتاعنا مستر بوش اللي الحقيقة بيقدي أداء رائع جدا مع الفريق وبيخلينا نكسب بطولة مهمة على حساب واحد من عملكة كرة السلة مش في مصر بس لا كمان في أفريقيا عبر تاريخها فريق الاتحاد السكندري اللي قدم كمان مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي برضو مش فرقة كرة السلة بس هي اللي مفرحانا لفترة اللي باتت نجمنى محمد شريف اللي تم اختياره في قائمة جول لأفضل خمسين لاعب على مستوى العالم في الوقت الحالي تفتخيلين يا جماعة محمد شريف نجمنى وهداف الدوري وهداف دوري عبطال أفريقيا المسلم اللي فات ضمن قائمة أفضل خمسين لاعب في العالم وبالمناسبة هو اللاعب الوحيد اللي من داخل قارة أفريقيا اللي موجود في القائمة موجود طبعا محمد صلاح المركز الرابع بس ده ترتيب ما يلقش بيه محمد صلاح يستحق أحسن من كده بكتير بس صلاح طبعا عارفين بيلعب في ليفربول محمد شريف هو اللاعب الوحيد اللي من داخل قارة أفريقيا بيلعب في نادي عالمي جوا قارة أفريقيا هو محمد شريف في قائمة أفضل خمسين لاعب في العالم يعني بنوجه له التحية والتهنئة من هنا وبنقول له استمر يا شريف وإن شاء الله يكمل الموسم ده هدف الدوري وهدف دوري الأبطال مرة تانية للموسم التاني على التوالي إن شاء الله برضو من ضمن الحاجات اللي مفرحونا في الفترة اللي فاتت نجمنا أفشا اللي لعب مباراته التانية في تصفيات كاس العالم وسجل هدفه التاني أفشا لحد دلوقتي لعب مطشين في تصفيات كاس العالم سجل هدفين وصنع الهدف اللي مدافعين يعني بتعجبوا نسجلوا في نفسهم في مبارات التأهل اللي كنا بنحتفل فيها يعني بحسم التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات وبنتمنى إن شاء الله يكمل على مستوى المميز ده وبنبارك كمان لنجمنا أليو ديانج اللي فرقته مالي تأهلت برضو للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد أداء مميز جداً مجاش فيهم ولا هدف ولا خسره ولا مباراة في التصفيات ما شاء الله عليهم يعني إن شاء الله بنتمنى يكون موجود معنا في كاس العالم 2022 برضو من من الحاجات اللي انفرحان الفترة اللي فاتت إن الحمد لله قوام الفريق مكتمل والحمد لله يعني مفيش إصابات مؤسرة في الفريق والعبنا الفترة اللي فاتت مطش ودي كده في فترة التوقف الدوري والفريق كسب مينة سمنوت 7-1 كان مباراة مميزة جداً شهدت تقلق كتير جداً من نجمنا وخاصة أن أحمد عبدالقادر اللي يعني ما شاء الله عليه بنتوقع له مستقبل كبير جداً مع النادي الأهلي ويكون واحد من أهم لعبتنا في الفترة اللي جاية طب إحنا الفترة اللي فاتت كان فيه توقف وقدام كمان شوية هيكون فيه توقف هنعمل إيه؟ كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي تكلم وقال إن إن شاء الله الفريق هيروح معسكر في الإمارات يوم 7 أو 8 ديسمبر اللي جاي وهنلعب كمان إن شاء الله حوالي مطشين أو 3 مطشات وديين هنستغل فيهم فترة التوقف اللي هكون في الدوري ونجهز الفرقة بقى إن شاء الله للمنافسات اللي بنستعدلها احنا لسه عندنا بطولات كتيرة جداً مسابقة الدوري بالنفس عليها عايزين نحقق بقى دوري اللي هزيمة السنادي إن شاء الله لسه عندنا كمان كاس العلم للأندية وعندنا كمان بطولات كتير جداً لسه هنشارك فيها بس الفترة اللي جاية فيه توقفات بسبب المنتخب اللي بنتمناله كل التوفيق وفي الفترة دي بقى نكون بنجهز وبنجهز البودلة المميزين جداً اللي عندنا في القايم وقبل ما نختم بقى مستنين توقعاتكم في التعليقات يا ترى مطش النهاردة إن شاء الله هيخلص كام كام ومين اللي هيسجل الأهداف من فرقتنا وبنقول لكم كمان استنونا يوم الاتنين اللي جاي ومباراة مهمة جداً 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 قدام غزل المحلة في المحلة ويلا يا أهلي اشتركوا في القناة